اليوم هما يتكلمون بأنه إحنا وضغط على الأقليم والنفط ما صدروا مع العلم أكو أزمة مياه بالعراقية أقصى كثيرا من الأزمة الاقتصادية بهاي الأيام الأخيرة ترى اللي ساعد في حالها أقليم كردستان ضخوا وروح سأل موارد المائية ضخوا كميات كبيرة جدا وصلت إلى 120 متر باليوم من دوخان وتسعين متر من دربخ الدخان هذا هو الأصل في التعامل ولكن هو يجي أنت تنطيل ماي من عندك ويجي يفرض عليك ضغط بأنه أنت مصدر نفط هاي مسألة تصديد نفط وتعليق خلوية للحكومة الاتحادية التي تتحل هوية الشركات وية تركيا كان حلتها بس ما على هنية حقيقية ولا إرادة لحلها سواء بضغط من عوام الخارجية أو بضغط من داخل القوة لتكون ورقة الضغط على الأقليم وخاصة للبارتي يعني أفهم من كلامك وكأنكم تهدون إلى الإطار أو إلى الحكومة أغنية مكلثوم أنما للصبر حدود لا مدعوة للصبر حدود بس أنت اليوم احنا اتفقنا وياكم جينا وياكم بالموازنة هسا اليوم صار اتفاق على المنافذ الحدودية احنا نقول النفط من خلال شركة سومو المفروض شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية تصل إلى اتفاق مع الشركات العاملة في الأقليم ومع تركيا وتبدأ بتصدير النفط أنا ليش خسران شهريا مبالغ 15 مليون برميل 15 مليون برميل إذا بـ 80 هذه تطلع لها أكثر من مليار دولار شهريا و500 ألف برميل 15 مليون في 80 زين أنتو ده تقرون بين السطور سيادة الناب يعني عدتكم إجادة مثلا للقراءة بين السطور من النفط إلى الرواتب إلى الموازنة إلى عقالة الحلبوسي طبعا كانت أكو رسائل بين السطور أنا نظري موزين وما أقرزين تعاوني شون قرأت آخر رسالة في عقالة السيد الحلبوسي نحن دعونا نقل الرسائل بأن كل هذه الرسائل رسائل السياسية بأن لدينا اليد العليا والطولة في العراق وحقيقة هناك ضغط كبير على الجانب السني وأيضا ضغط كبير على الجانب الكردي قد يكون الضغط الكبير على الجانب السني بأن مقاليد الأمور في المحافظات السنية هي بيد الشيعة لأن من يملأ تلك القوة في هذه المحافظات هم الشيعة صحيح أنت عندك نواب عندك مجالس محافظات عندك مناصب تنفيذية بس من يملك القوة على الأرض هي قوات أغلبها من قريب الإطار التنسيقي أو الشيعة أما الكرد هناك ضغط اقتصادي هناك أوراق موازنة هناك أوراق مالية هناك مسائل قانونية هذه يتعاملون بها مع الكرد أما مسألة التمدد لا أستطيع لا أقول لك بأنهم لن يستطيعون التمدد حقيقة أنا أقول لك حاولوا ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا حتى مستقبلا ولكن الضغط الاقتصادي أيضا صعب جدا لأن أنت تعرف الناس متدور رواتب لتأخذ رواتبها لذلك سبب بعض من الضغط على الأقليم وأعتقد هذا الضغط سيتزايد في الفترة المقبلة خاصة على البارتي لأن انتخابات برلمان الأقليم ستكون في فبراير حسب 18 شباط فأعتقد هذا الضغط بجهد نظري بأنه راح يزيدون الضغط لن تعرفش قد ما يزيد الضغط من هذا الجانب الاقتصادي هو الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن سننتظر ماذا ستقول إليه النتيجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر